اهلا وسهلا بحضركم من جديد وندخل بقى عنا بسرعة في عنوين ناكتريند الاهلي اللي عندنا تفاصيل متعلقة بالمراحل الحالية والاستعداد لمباراة الجنة نبدأ اول حاجة من الصفحة الرسمية اليالا كورا عبر الفيسبوك واللي مكتوب فيها ان تقرير طبع يحدد موعد عودة صالح جمعة لمباراة الاهلي خلال الفترة اللي جاية كمان الصفحة الرسمية للوطن سبورت قالت ان صالح جمعة يقترب من دخول قائمة الاهلي امام الجونة ونشرت صفحة الاهلي اليوم على الفيسبوك ارقام مواجهات الاهلي والجونة في الدور العام ومن حساب اهلي فانز على انستجرام قالوا ان احمد الشيخ هيقضع الاختبار طب النهاردة لتحديد موقفه النهائي من مواجهة الجونة غدا ولسه مع سوبر كورا من الحساب الرسمي على تويتر اللي نشروا تقرير بعنوان هل يحق للأهل الدفع بوليد ازارو امام الوداد المغربي في نهائي افريقيا هنجاوب على السؤال ده ومن حساب ماجيكانو على تويتر وجهه رسالة للاعب الاهلي بان افريقيا هي الرد المناسب لكل ما يحدث كمان الحساب الرسمي للمصر اليوم الرياضي على تويتر كتبوا لجنة تعقودات الاهلي تبدأ البحث عن حارس مرمى واخيرا من الحساب الرسمي لي في الجول على انستجرام نشروا ان وزير رياضة بيزور مؤمن زكريا في منزله وعندنا كمان صورة مهمة جدا لزيارة جمهور الاهلي لمو من زكريا في منزله اهلا بحضراتكم من جديد وطبعا في تفاصيل كتيرة جدا متعلقة باستعدادة الاهلي لمباراة الجنة ودائما السوشيال ميديا لما بيكون فيها حاجة متعلقة بالاهلي بتبقى هي مصاري الحديث لان دائما الاهلي هو تريند دائما الاهلي على السوشيال ميديا يعني يقدر تقول الصورة الخبر التعليق محط اهتمام الجميع لان دائما النادي الاهلي الصورة بتمن والخبر ليه تمن لان النادي الاهلي قمته ومكانته كبيرة جدا وده باللحظة من خلال السوشيال ميديا وحتى من الصفحة الرسمية عدد الفنز والمتابعين الحمد لله كبير جدا من اكبر الاندية في منطقة الشرق الاوسط وفي القرى الافريقية وبالطبع هو الاول على الدوري المصر لكن بسرعة نروح لملعب مختار التيتش بجزيرة محتاجين نتطمن على الفرقة وهي بتستعد ليلة المباراة للقاء الجونة في الدور العام طبعا برحب بزميل العزيز كريم احمد مرسل قناة النادي الاهلي من قلب الحدث عشان نعرف منه اخر الاستعدادات بالنسبة لمباراة الجونة مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك زميل العزيز محمد سعيد كل التحية لك طبعا وكل التحية لكل جمهور وعشان وطبيعة قناة الاهلي في كل مكان طبعا في اللحظات دي محتاجين نتطمن منك على استعدادات الفريق ليلة المباراة اكيد ظاهر قدامك المجموعة اللي ممكن تتدرب او تدخل القائمة مين ممكن ما يكونش موجود في قائمة الغد كان فيه كلام كثير جدا على لعيبة بعد مباراة الزمريك ممكن تكون موجودة زي صالح جمعة احمد الشيخ اكيد انت في قلب الحدث وشايف كل التفاصيل فاطلعنا بقى من خلالك عن كل ما يدور داخل ملعب مختار التيتش طبعا اكيد طبعا زميلي محمد سعيد في البداية يعني ان شاء الله بإذن الله بقى تكون انطلاقة جديدة مباراة الجونة النادي الآلي والجونة طبعا غدا على استاد القارب بإذن الله تكون انطلاقة جديدة الفريق النادي الآلي مش هنتكلم بقى عن اللي فات خلاص وده اللي اكد عليه الجهاز الفني يمكن كان فيه محاضرة سريعة جدا قبل انطلاق الموران اللي بدأ فيه تماما الساعة الخامسة والنصف اليوم نهاردة على ملعب مختار التيتش كل طبعا الكلام فيه مع الجهاز الفني وكابتن سعيد عبدالحفيز غلق الصفحة تماما بقى التركيز في الفترة اللي جاية كل الامور دي نعديها خلاص عندنا مباراة مهمة جدا مباراة الجونة فيه عناصر مميزة جدا بتلعب كورة جيدة جدا محتاجة تركيز محتاجة شغل فني كبير جدا وده اللي حقيقة بيقوم به الجهاز الفني ومستر ريني فايلر مدير الفني ليه فريق النادي الآلي بالفعل زميلي محمد يمكن بدأ التدريب من خمس دقائق أو عشر دقائق بدأ بالفعل تدريب بفريق النادي الآلي يعني خلاص بقى نقدر نقول الفترة اللي جاي محتاجة تركيز وحماس وجدية كبيرة جدا بالنسبة للعابين وبنسبة لكل جمهور النادي الآلي بيساند وبدعموا على وعي كبير جدا وده اللي بنشوف لحقيقة زميلي محمد وبنشوفه سواعي على الكومنتernaти اللي بنشوفه على السوشيل ميديا جمهور النادي الاهلي جبير جدا وقيمت النادي الاهلي جبير جدا وده إن شاء الله وصل للعيبة يعني الحاملة اللي فاتت وكل الأمور اللي فاتت والانتقادات الكبيرة جدا لكل لعيبة النادي الاهلي انعكست على اللعيبة وده اللي مستنيها بقي يكون فيه تجدد دوافع بشكل كبير نشوف بقي شخصية النادي الاهلي من جديد نشوف روح الفنية للحمرة كل ده بإذن الله هنشوفه بأمر اللي نهاردة غدا فيه تسعين ديuer يكون قوية جدا أداءا ونتيجة إن شاء الله الفريق النادي الأهل. عايز أبدأ معك بنقطة مهمة جدا وهي صالح جمع يعني طبعا صالح جمع زي ما بنقول كان عنده إصرار كبير واشتغل عناسه بشكل كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت والحقيقة ممكن تعرف محمد إحنا بنابقى متواجدين في التدريبات قبل التدريب التدريب بيبقى خمسة قلات الأهلي بيكون متواجد قبل التدريب بأكثر من ساعة صالح جمع بيكون متواجد قبل التدريب تدريب خمسة يكون موجود تلاتة تدريب تسعة ونص بيكون موجود الساعة سبعة ونص الصبح ده واضح جدا من تركيزه واهتمامه إنه هو عايز يرجع من جديد لصفوف القلعة الحمراء وأيضا كمان لمشاركة معه في كل لعيبة النادي الأهلي سواء في بطولة الدوري العام أو البطولة الأفريقية لكن من الواضح النهاردة طبعا أن صالح جمع لسه بيتم تجيزه شفناه النهاردة مع الكابتن سامي قمصان بدار فريق النادي الأهلي مع محمود عبد المنعم كهرباء تدريب فردي تدريب كان كورا كان تدريب قبل تدريب كان الساعة ثلاثة عصرا أنت تعرف تدريب خمسة ونص تدريب بيمكن الخاص به كل اللعيبة لمكنش متواجدة أو اللعيبة تحديدا للمقوفة زي محمود عبد المنعم كهرباء صالح جمع أدى تدريب قوي جدا النهاردة التقرير الطبي التقرير الغذائي كل الأمور دي منتظرها مستر ريني فيلر زيادة الوزن من وضوع الدهون كل الأمور دي شغال عليها الجهاز الطبي بشكل كبير جدا ومع مسؤولي التخزية أيضا هنا فيه النادي الآلي لكن كنا نتمنى نشوف صالح فيه مباراة الغد أو فيه القائمة لكن من الواضح إن شاء الله أنه فيه تجهيز قوي لصالح يعني أكيد الجهاز الفني عايز صالح يكون متواجد في أرضية الملعب بصورة كاملة وأنه هو يظهر لكل جمهور النادي الآلي وهو في الفورمة وهو جاهز بنسبة مية في المية فإن شاء الله بإذن الله بنتمنى كل التوفيق لصالح جمع أنه هو يستمر مع الالتزام المميز ده لي وإن شاء الله يكون متواجد بالضبط أحمد الشيخ كمان يمكن دي النقطة اللي أنا كنت بكلامك عليها متواجد بكل جدية في التدريب بيشارك بكل جدية النهاردة خلاص ألام الكاحل دي راحت بالنسبة له وده اللي اتأكدنا عليه من طبيب النادي الآلي خالد محمود إن شاء الله نسبة إذن لنهاردة ينتهي التدريب بدون أي إصابات وبدون أي كدمات للاعبة النادي الآلي وليد سليمان أيضا اللي هيكون غايب عن مباراة الغدى وليد سليمان يمكن عنده صعوبة في التنفس شوية للكدمة القوية جدا اللي كانت في مباراة الزمالك هي في الكتف وفي الصدر زميل محمد بالضبط يمكن ده طبيب النادي الآلي أيضا خالد محمود قال لي عنده صعوبة شوية في التنفس ياخد من أربع تيام لخمس تيام بعد مباراة إن شاء الله مباراة الجون غدا أيضا كمان محمد دهاني اللي هيغيب تلت إنذارات محمد داني مش يكون متواجد في مباراة الغد لكن كل لعيبة بقى زميل محمد جهزة بشكل عام لعبتنا إن شاء الله بإذن الله يكون في المعاد بالنسبة لبكرة إن شاء الله التدريب شغال دلوقتي يعني في جزء تاكتك هيكون نهاردة كبير جدا هنشوف كرات سابتة هنشوف تمركزات هنشوف أمور عديدة جدا مستر ريني فايلر مركز عليها بشكل كبير لكن إن شاء الله بإذن الله لعبتنا بإذن الله نهاردة غدا انت حقق تلت نقاط همين جدا. إن شاء الله. يسنشحك كمان عشان ما نساش. آه. إن شاء الله بإذن الله في خلال اربعة او خمس تياما يكون متواجد إن شاء الله فيه النادي الآلة هيعمل مسحة طبية الاول هينتظر طبعا نتيجة المسحة لأن يكون بقى متواجد في المستطيل اللي يكمل بقي التأهيل الخاص به وإن شاء الله يعود من جديد المسحة أيضا كمان الخاصة بيه النادي الآلي لأجريات من تمانية وربعين ساعة مسحة سلبية تماما وده اللي أكد عليه الكابتن سيد عبد الحفيز بإذن الله إن شاء الله القادي ميكون أفضل زميل محمد لكل لعبت النادي الآلي. انت كلمت في نقطة مهمة جدا يا كريم وهي عليها علاقة بتجدد الدوافع. دي نقطة كان بيتمايز بها النادي الآلي خلال سنوات سابقة وكان بيشتعل عليه أكثر من مدرب مع الاهل إن دايما الآلي بيتميز عن أي منافس آخر وانت كاسبانة وانت خسرا إزاي تجدد دوافع عشان تستمر دايما في المركز الأول وعندك كمواطرك مهم جدا خلال الفترة الجاية. بالتأكيد يا محمد طبعا دي نقطة مهمة جدا لإن احنا معروف طبعا لعبة النادي الآلي تسعين دقيقة بتنتهي بيفرحوا تلات دقايق ثم بعد كده بيكون في مباراة تانية ومحتاجة ان تكون دوافع متجددة بشكل كبير الحافز موجود الدفع موجود الرغبة موجودة عند لعبة النادي الاهلي. ابقى منشوف اللعيبة مجمع مع بعض دي بتنعكس علينا وبنقول ان اللعيبة ممكن مركزة وعندها ثقة ان هي تحقق نتيجة. طبعا النتيجة بتاعة ربنا سبحانه وتعالى كل بيبزل كل موجود. احنا شفنا مباراة الزمالك اكتر من فرصة يمكن النادي الاهلي اهضرها ما كانش فيه توفيق لكن لعبتنا عندها حافز كبير جدا وعندها رغبة ان هي توسعت كل جمهور النادي الاهلي. بنشوف ان جمهور النادي الاهلي بيساند وبيدعم اللعيبة ينعكس عليها وبتوصلها الكلام ده. هدف وحيد هو هنا ودخل النادي الاهلي سواء للإدارة او للعيبة او الجهاز الفني هو اسعاد الجمهور ووصول النادي الاهلي الى القمة. ده اللي بنقوله بنأكده احنا فرقين ان شاء الله بفرق نقاط كبير منتظرين اكتر من كده كمان. جمهور النادي الاهلي طماء عايز الفرق بسبعتاشر وطمنتاشر وعشرين. ان شاء الله. ودي حاجة ونقطة ايجابية وصحية جدا لكل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله محمد القادم يكون افضل بازن الله اللي عبت النادي الاه. زميلي العزيز كريم احمد بشكرك شكرا جزيلا ان كنت معنا على الهواء مباشرة من ملعب مختار التيتش. ليه? التعرف من خلالك على كيف يستعد الاهلي لمباراة الجونة. اهم حاجة يا جماعة تجديد الدوافع وتجديد الثقة وعدم هز الصفوف داخل الاهلي باي شكل من الاشكال. قدامنا في الصورة كان ياسر ابراهيم داخل ملعب التيتش. انا يستعد عفيته بسرعة. يكون جاهز للمطشات الجاية. الاهلي عنده مطشات اقوى واصعب من المباراة الزمالك. الاهلي عنده معترك مهم جدا للفترة الجاية. الاهلي بيلعب على بطولة. الاهلي ما بيلعبش على مطش. الاهلي بيلعب على بطولة. خسرت مطش لقدر الله تشوف اخطاق فين وتعليجها لفترة الجاية. ورب دارة يعني آآ نافعة في التوقيت الحالي. انت ممكن تكون خسرت من الزمالك. لكن ضقت جرس انزار بالنسبة المرحلة جاية عشان نشوف اخطاق فين وتعليجها قبل المباراة الحاسمة في الدوري وقبل بطولة افرقية. لكن هارجع تاني لعناوين للسوشيال ميديا بالنسبة لترند الاهلي. طبعا اتكلمنا عن صالح جمعة وكريم كلمنا على فكرة صالح جمعة نهاردة كان موجود في التمرين الصف ومعنى كده اللي مش هيكون موجود في المطش عشان لسه فيه بعض القياسات والامور الطبية بتجهزها عشان يكون اللاعب ان شاء الله جاهز للمرحلة الجاية. طبعا المباراة الاهلي والجونة الاهلي لعب الجونة اربعتاشر مرة في الدوري. الاهلي كان ليل جالبها تسع مطشاط وتعادل اربع مرات. وخصر الاهلي مرة واحدة. وكان اكبر نتيجة الفوز. كانت الاهلي تلاتتاشر هدف مقابل لاشيو. طبعا فاقينا هايزة المباراة شهيرة اللي الجونة لعب فيها بعدد كبير جدا من لعبي قطاع الناشئين. احمد الشيخ كمان النهاردة من خلال القائمة ان شاء الله يتحدد ده موقفه يكون جاهز. واحسين الشحات بإذن الله خلال الفترة الجاية يقترب جدا للانضمام الى صفوف الفريق. لكن في آآ سؤال مهم جدا. آآ او في آآ كان سؤال متعلق بآآ وليد ازارو. يعني اتسأل على فكرة ان وليد ازارو ممكن يكون موجود في آآ مباراة الوداد المغربي. وده كان سؤال او سوبر كورة من الحساب الرسمة على تويتر. كانت قالت من خلال تقرير شرحت فيه ان الجزء اللائحي او القانوني. هل يحق للآهل الدفع بوليد ازارو امام الوداد المغربي. طبعا وليد ازارو تم اعارته للاتفاق السعودي. طالما تم اعارة اللاعب البطاقة بتخرج من نظام تيم اس هنا بالنسبة للآهل وبتروح لنادي الاتفاق السعودي. وبالتالي خلاص وليد ازارو حاليا مش على زملة النادي الاهل وبينتظر بعد نهاية الفترة الاعارة. وفتح التيم اس والانتقالات من جديد بتعود بطاقة وليد ازارو بيعود من جديد الى تدريبات النادي الاهل. فبالتالي وليد ازارو هيكون خارج الحسابات طبقا اللي لا يحاول قانون فمش هيكون موجود في مباراة الوداد المغربي. اخر حاجة وهي آآ زيارة وزيري الشباب ورياضة لمنزل مؤمن زكريا آآ في آآ منزله. طبعا مؤمن زكريا من اللعيبة الجمهور النادي الاهلي مش هينساها ودايما وابدا في كل لحظة جمهور النادي الاهلي بيوصل رسالة دعم لمؤمن زكريا. حتى النهاردة على هامل زيارة وزيري الشباب ورياضة كان في ايضا كمان عدد كبير جدا من جماهير النادي الاهلي. من قبل وصلوا عند بيت مؤمن زكريا وكان فيه صيحات وهتفات لمؤمن زكريا اسفل منزله في مدينة نصر. والنهاردة زي ما أنتوا قدامكم على الصورة هو جمهور النادي الاهلي وهو داخل منزل مؤمن زكريا. بيسنده وبيدعمه. وجمهور النادي الاهلي هيفضل في ظهر وهيفضل سند لمؤمن زكريا أحد نجوم النادي الاهلي وأحد لاعبي النادي الاهلي. والنادي الاهلي دائما وأبدا ممكن ما يحبش يتكلم في الإعلام عن بعض التفاصيل الصغيرة المتعلقة بمؤمنة زكريا لكن دايما النادي الاهلي بيستخل طريق الشرعي أو الطريق القانوني لما بيكون عايز يص트ح أو عايز يعمل أمر معين بيتجه لوزارة الشباب والرياضة لكن في النهاية الاهلي لما طالب وزارة الشباب والرياضة كان طالب بصرف العقد بالكامل لصالح مؤمنة زكريا. البعض كان قالك مرتب شهري أو كده الاهلي كان طالب بصرف كامل العقد لصالح مؤمن زكريا النادي الأهل حريص جدا على أحد أبناؤه ومش أحد أبناؤه أحد أولاده اللي تربى داخل قطاع الناشئين ومنذ الصغر كان لعبا في صفوف النادي الأهل ألف مليون سلام عليك يا مؤمن وكل لحظة وكل دقيقة وكل ساعة عن أسكرك بالخير وعن دعمك لغاية لما ترجع أحسن وأحسن من الأول بالتوفيق دايما يا مؤمن وكلنا في ظهرك على طول بإذن الله أخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل